عندما يتقن القدر فن التفاعل مع الأيام يترك ملامح قاسية على وجه الزمن يتيه الإنسان بين هذه الملامح تارة وبين بحثه عن مخرج ينعشه تارة أخرى ويكون خير للإنسان وسط هذه الحالة ترتيب خطواته للسير نحو أقدس الأوطان نحو ألياذة السماء وهبة الحياة حيث حضن الأم ذلك العرش الدافئ الذي يعج بالحنان فهو الملاذ لدرء الألام والحاضنة لإبعاد الهموم لأنها الواهب والمضحي بلا مقابل وإن كان ذلك في إطار تفاعل العائلي الاعتيادي فقد نجدها أكثر نسفا للتضحية والاهتمام بأولادها ممن يعانون من إعاقة ما اذ تركنا كل شيء إزاء تلبية متطلبات واحتياجات أولادهم من ذوي الإعاقة ومعهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية في حمصة سجل العديد من تلك الصور التي عبرت عن عظمة دور الأم طبعا الأم معطاء لا محدود وتضحية بدون قيود هذا الموضوع الترجم فعلا عنه هو بالمعهد في عندي نموذج لمعلمتين هون متطوعات نحن عنا بكرز التطوع طبعا فعلا التطوع هون مجاني مية بالمية وأنهم فترة أربع سنين موجودين بهذا المعهد هي خدمة لأولادهم الموجودين كمان مع الأطفال التانية طبعا بتميز المعلم هون نحن عنا إنه إذا ما أظهر التعاطف فما في إنتاج التعاطف ما بتلع غير بالمحبة لازم يكون هيك هو يختلف عن المعلم التقليدي الموجود بالمدارس كمية التعاطف تظهر هون تظهر كم المشاعر الموجودة من الأموم فكل معلمة عندي هي أم قبل ما تكون معلمة أنا عندي بناتين معاقين بيعانوا من متلازمة الدون مسجلتهم هون بالمعهد حبيت جيت على المعهد كذا زيارة حبيت أني كون مع بناتي أول شيء بصراحة بعدين وقت لتعرفت على الكادر كلاياته وعى المدير وهيك حبيت الفكرة أنه أنا لازم أتعامل مع بناتي بطريقة تكون شوي غير الطفال الطبيعيين طبعا جيت لعند المدير قلت له أنا حاب يكون بالمعهد قدم لي طلب تطوع لوزارة الشؤون الاجتماعية جيت طلب بالموافقة الحمد لله وكتير استفت من هالتجربة هاي صرت أعرف أتعامل مع بناتي أنا إلي أربعة سنين متطوعة هون بالمعهد بدون أي أجر مادة أو بدون أي مقابل صرت حس أنه كل الطفال المعهد هوني كلها يعتنوا أولادي صرت أعرف أتعامل مع هالشريحة من المجتمع كتير مبسوطة فيهم التجربة كتير كتير كانت حلوة أنا ابني مريض معاقد مريض توحد عندنا ما فيه هونيك يعني أمكاني أنه نحط تخلط الولاد بالمدارس فجبت لهوني على هذا المعهد دلوني عليه وجبت لهون وطلب مهد كتير كويس وعجبني الوضع فيه كتير والتعامل معه يلي الأولاد والمعهد مجاني يعني أنا ابني مريض أنا ما كنت أعرف شو يعني يعني أنه كيف بدي أتعامل معه فهون الأخصائيين بصراحة كتير يعني صاروا يعلموني ويعلموا ابني يعني أنا صرت أتعامل معه بطريقة كتير كويسي يعني قبل والله ما كنت يعني أنه ما كنت أعرف أتعامل معه أحيانا موقف صغير يعني من أي طالب بتحسي أنه فيك تعطي أكتر فيك أنا كتير أولاد يعطوني أنه حياة حلوية يعني رغم رغم إعاقته بس أني أول منه لهذه المعركة جانب معنوي وروحاني فتربية طفل من ذوي الإعاقة بحد ذاتها سلسلة من المعارك من خلال إيمان المرء بقدرته على التدخل لإنقاذ هذه الشريحة مهما تكدست الصعوبات وأيا كان حجم التحديات ومن التي ينجح فيها بجدارة سوى الأمهات أو من تحمل في قلبها شعور الأمومة بأسماء معانيها شيرين العلي الإخبارية السورية من معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية في حمص ترجمة نانسي قنقر